مجلس الشورى رأى سمعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة السابعة للمجلس في دور النقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس وناقش المجلس مشروع قانون بإنشاء نيابة جرائم الأموال العامة وقرر المجلس رفض مشروع القانون من حيث المبدأ وذلك لتحقق أهداف مشروع القانون على أرض الواقع ناقشنا في مجلس الشورى اليوم تقرير لجنة شؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع بقانون إنشاء نيابة جرائم الأموال العامة طبعا جاء تقرير لجنة رفض لهذا المشروع متوافق أيضا مع الأخوان في مجلس النواب متوافق مع جميع الأراء التي أخذت بها اللجنة أراء الجهات الأخرى والحمد لله تم تصويت في المجلس الأغلبية على رفض مشروع القانون كنا متحقق على أرض الواقع كما وافق مجلس الشورى على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بعدم الموافقة بشان مشاريع القوانين الثلاثة والمتعلقة بتحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير بعد الاستماع إلى مداخلات مستفضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة وزير الأشقال وشؤون البلديات والتخطط العمراني كانت عندنا تقرير في لجنة المرافق العامة تكلفت البنية التحتية وهي أصلها من ثلاثة مشاريع في مشروع واحد وتم الرفض عليها من قبل المجلس الشورى بحكم أن هذه ثلاثة قوانين موجودة على أرض الواقع في قوانين نافذة وتحمي ذوي الدخل المحدود والكلفة تتم أكثر على المستثميرين لأننا شفنا أن القانون متواجد على أرض الواقع ويحمي ذوي الدخل المحدود فتم الرفض عليه من قبل المجلس هذا ويستمر مجلس الشورى خلال جلساته في مناقشة جميع المواضيع والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين وسعيه المتواصل في تحقيق تطلعات القيادة وتوجيهاتها بالمضيء في سياسة التنمية والتطوير الاقتصادي والاجتماعي لرفعة مملكة البحرين مجلس الشورى يناقش عددا من المواضيع ويرفضها كونها متحقيقة على أرض الواقع ما يؤكد على تطور الأنظمة والتشريعات في مملكة البحرين بقيادة سيدي جلالة الملك المفدى طلعنا في مركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر